على خلفية حديثنا عن التقرير الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ومعنوا بأنه كشف حساب الاقتصاد المصري في 8 سنين حضرتك أنت المواطن العظيم حقك تعرف بالأرقام الاقتصاد المصري عمل إيه؟ حلو وحش نص نص متقدم متراجع صاعد هابط حقك أولا أنت مواطن اتنين أنت دفع ضرائب ثلاثة هو أنت سر ومصدر كل السلطات اللي موجودة في البلد ده طبيعي وعلي قلنا طيب لازم نعرض هذا التقرير على السادة المشاهدين وبالتفصيل طيب هل هنعرضه بس على الشاشة والوقت؟ خالص وهنعرضه مع الخبراء الاقتصاديين ونفنده رقم رقم وبالمناسبة أنا زي ما كنت بقولي زميلاتي أنه ده صادر عن وزارة الملايه وصادر عن جهاز المركزي وصادر عن بلومبرج وصادر عن فينانشل تايمز وصادر عن صندوق النقد الدولي يعني ثلاث مؤسسات دولية كبيرة ومؤسستين مصريتين هل ده لأنه المؤسسات المصرية قد تكون غير دقيقة؟ إطلاقاً هو أنت بس عاوز تسمع اسم أجنبي حاضر أنت بتصدق الخواجة ماشي مش أنت بتصدق الخواجة أنا جايب لك الخواجة لحد عندك حقائق وأرقام بيقولها الخواجة مع أنه المؤسسات بتاعتك كتب الأرقام بتاعتها بمنتهى الدقة وبمنتهى الشفافية وزي ما كنت بقولك الأسبوع اللي فات انسى أنه فيه رقم ينفع يتلاعب فيه ده احنا يتعلم علينا علامة ما احناش حملها لمدة خمسين سنة احنا في النهاية اقتصاد أسواق ناشئة أنا ما بقولكش أنت بقيت الصين ولا بقيت أمريكا ولا بقيت ألمانيا خالص احنا بنقول صباح الفل يا هادي يا فتح يا عليم يا رزق يا كريم ده وضعنا جوه الاقتصاد الدولي ده شكلنا جوه الاقتصاد الدولي بلد بتقول صباح الخير افتحها علينا يا رب وبنشتغل بنكتهد يكل المساعينة بالنجاح